شباب ميدل ثري عاملين ايه؟ المرة اللي فاتت خلصنا مع بعض الافكار بتاعة الهومورك وحلينا الهومورك وكله سوا هنبدأ بقى نخش النهاردة في النوعين التانيين بتعل سبيد تعال كده نفتكر مع بعض ايه كان اول تو تايبس من السبيد اول نوع كنا بنسميه ريجلر سبيد النوع التاني كنا بنسميه الريجلر يبقى الريجلر سبيد دي سرعة منظمة انا ماشي بسرعة ما بغيرهاش طب الريجلر سبيد لا السرعة بتاعتي عملة تتغير كل شوية وعلى فكرة ده الاوقع الطبيعي ان انا طول الوقت بغير سرعتي غصبا عني صحب اوي اوي ان حد يمشي طول الوقت بالايه بالريجلر سبيد اوكي طيب حفكركم بسؤال كنا قلناه برضو المرة اللي فاتت هو بيقول لي ايه هنا هاو تو ماجر ذا الريجلر سبيد هو انا ازاي يعرف ايس الاريجلر سبيد هي دي حاجة سهلة لا طبعا it's very hard to measure the irregular speed يبقى it's practically practically يعني عمليا اوكي it's practically hard to measure the irregular speed من الصعب عمليا ان انا اقيس الاريجلر سبيد why ايواء قلنا because the speed ما لها الاسبيد دي بيحصل لها ايه changes الاسبيد دي عمليا تتغير from time to time اقسها ازاي اوكي فقلنا طيب احنا هنعمل كده طريقة تخلينا نقدر ان احنا نقيس او نعبر يعني عن الريجلر سبيد بصوا على الشكل ده كده ايه رأيكم العربية دي بتتحرك بالريجلر سبيد ولا بالريجلر سبيد بص كده ايه رأيك اول distance العربية دي مشي distance كام 20 متر في time قد ايه ثانية واحدة يبقى سرعتها هنا 20 متر per second طيب 20 متر اللي بعديهم مشيتهم في قد ايه اه مشيتهم في 5 seconds يبقى سرعتها اتغيرت ولا لا اتغيرت طيب 20 متر اللي بعديهم خلصتهم في time قد ايه 2 seconds صح يبقى العربية دي بتمشي بريجلر ولا بريجلر سبيد بالظبط بتمشي بريجلر سبيد ليه من الديفنيشن بتاع الريجلر سبيد افتكر هو الديفنيشن بتاع الريجلر سبيد بيقول ايه بيقولك ان الوبجت بيعمل ايه covers equal distances through unequal periods of time صح يبقى دي انيه نوع بالظبط كده تبقى دي الريجلر سبيد طيب عشان احسبها بقى انا زي ما اتفقنا هو انا حفظة لحسب بقى الريجلر سبيد خطوة خطوة يعني حاجة هحسبها ثانية بثانية لا هنعمل ايه بقى عشان نعبر عن الريجلر سبيد هنشوف التوتال دستانس كام والتوتال تايم كام خلاص طيب هو التوتال دستانس هنا ايه 20 بلاس 20 بلاس 20 بلاس 20 صح 20 بلاس 20 بلاس 20 بلاس 20 بلاس 20 1 بلاس 5 بلاس 2 equal 8 seconds كويس؟ طيب تعالى بقى نعمل التوتال دستانس اللي احنا حسبناها دي نعملها divide التوتال تايم يلا التوتال دستانس divide مين التوتال تايم التوتال دستانس اللي احنا حسبناها 60 over التوتال تايم اللي هي 8 يبقى دي توتال دستانس 60 over 8 يطلع 7.5 meter per second ايه بقى اللي انت حسبته دا ان شاء الله اه انت اسمت التوتال دستانس من اول الستارت بوينت لغاية الاند بوينت خلاص وقمت جامع التايم كله بلاس بعض اللي انت حسبته دا بنسميه average speed بنسميه ايه average speed اللي هو متوسط السرعة اللي بنسميه ايه متوسط السرعة يبقى ايه الـ average speed دي عبارة عن ايه ايه اللي احنا عملناه اتقذة total distance covered by the moving object التوتال دستانس اللي خلاصها الجسم اللي بيتحرك divided by the total time taken to cover this distance اسمناها على التوتال تايم علشان اخلص الدستانس دي يبقى ببساطة الـ average speed دي عبارة عن ايه total distance over total time total distance over ايه total time كويس؟ يبقى لو جالي سؤال زي كده بيقول لي what's meant by the average speed of a moving car is 40 km per hour الـ average speed 40 km per hour ده معناه ايه على طول يا شباب الـ what's meant by يجي من الـ definition هو ايه الـ definition بتاع الـ average speed تعال نقوله مختصر شويه the total distance divided by the total time كفاية هتاخد الدرجة متقلقش خلاص يبقى في سؤال زي ده بيقول لك average speed 40 km per hour اقول له ده معناه ايه اقول له كده this mean that the total distance divided by the total time equal 40 km per hour هاخد الدرجة هتاخد الدرجة طبعا زي الفول تمام؟ او عايز بقى تقولها زي definition بالضبط اكتب كده يبقى هنقول له ايه this mean that the result of dividing the total distance covered by the car by the total time taken to cover this distance equal 40 km per hour عايز تكتبها بالتفصيل ماشي عايز تكتبها بشكل مختصر زي ما انا قلتها ما فيش مشكلة خلاص؟ طيب تعال ناخد مثالتين برضو للـ average speed يبقى احنا اتفقنا average speed عبارة عن total distance divided by total a time صح؟ دايما نخلي بالك average speed عشان افرقها عن regular speed بكتبها V' بحطه في ايه شرطة فوق كده يبقى اول ما تشوف V' ديت اعرف انه بيتكلم عن average speed طيب تعال كده نبص على الحركة بتاعة العربية دي مثلا العربية ديت خلصت اول 20 متر خلال 2 seconds بعد كده مشيت كمان دي سرعت اهي شايف طيب مشيت قد ايه 30 متر خلال time قد ايه 1 second كده سريعا بعد كده بطقت شوية مشيت 10 متر خلال time قد ايه 3 seconds ها دي كده ماشي بقاني نوع من انواع ال speed regular ولا irregular ولا ممكن احسب لها ال average ها هي irregular speed فبالتالي انا ما بعرفش احسب ال irregular speed وبستقيد عنها بدل ما بحسب ال irregular speed لان هي صعبة قوي في حسابها بستخدم ال average ها بحسب ال average speed ازاي على طول بقى total distance divided by total time يلا بينا التوتال distance العربية دي مشيتها قد ايه 20 plus 30 plus 10 اهم تلعوا كام 60 متر يلا اجمع برضو total time total time كام 2 plus 1 plus 3 2 وال1 وال3 اهي equal كام equal 6 seconds صح كده يلا بينا بقى احسب كده ال average speed يبقى ال average speed equal ايه قلنا total distance ها divided by total time يلا total distance over total time يبقى 60 over 6 طلعت كام 10 متر per second خلي بالك العربية دي طول الطريق ما مشيتش اصلا بتين متر per second خالص لكن متوسط السرعة بتاعتها خلال الرحلة كلها طلع تين متر per second يعني انت لو بصيت على اول time مع اول distance 20 متر تمام خلصتهم في قد ايه في 2 seconds خلاص يبقى هي في الحتة دي بس كان سرعتها 10 متر per second طب بعد كده بقت 30 متر per second طب بعد كده 10 over 3 دي قلت كتير عن 10 متر per second تمام انما متوسط السرعة بتاعتها لما عملنا distance كلها plus وعملنا time كله عملنا time كله برضه plus نلاقي ان average speed بتاعتها طلعت كام 10 متر per second متوسط السرعة بتاعتها عارف بقى العربية ديت لو كانت مشيت الستين متر دول كلهم لو كانت مشيت الستين متر كلهم بسرعة واحدة 10 متر per second كانت خلصتهم في 6 ثواني دول انا عايز اقول لك ايه هنا عايز اقول لك ان average speed وخلي بالك ده سؤال مهم بيجي في محافظات كتير كل سنة average speed ياولاد بتعبر عن regular speed اللي ممكن العربية او ممكن ال object يمشي بيها عشان يخلص distance دي في ال time ده خلاص يعني ايه يعني لو كانت العربية دي مشيت regular speed ما غيرتها 10 متر per second مش تفضل تسرع وتبطق لا لو كانت مشيت بالسرعة دي 10 متر per second regular speed ما تغيرتش كانت هتخلص الستين متر دول في ستة ثواني كانت هتخلص ال 60 متر في ايه في 6 ثواني يبقى احنا نقدر نقول ان average speed expresses بتعبر عن regular speed speed by which the object moves to cover the same distance at the same period of time عشان يمشي نفس ال distance في نفس ال time ده كويس؟ طيب سؤال what happens when امتى يحصل الكلام ده؟ ان average speed بتاعت moving object تطلع هي هيها regular speed امتى يحصل الكلام ده؟ بصوا تعالوا كده اقولكم مثال بسرعة دلوقتي لو انا عندي عربية مشت 20 متر خلال 1 second وبعد كده قامت ماشية برضو 20 متر خلال برضو قد ايه؟ 1 second وبعد كده برضو في الاخر مشت 20 متر خلال 1 second العربية دي ماشية بريجلر ولا بريجلر سبيد؟ ريجلر طبعا ليه؟ equal distances through equal periods of time كام؟ كل السرعة بتاعتها 20 متر per second 20 متر per second يبقى العربية ديت ماشية بريجلر سبيد equal كام؟ ايوه ال V بتاعتها equal 20 متر per second طب ما تيجي نحسب ال average speed هي ال average speed equal ايه؟ اه equal total distance over total time كام ال total distance يا عم؟ 20 plus 20 plus 20 يعني كام؟ يعني 60 over ال total time كام ال total time بتاعك؟ 1 plus 1 plus 1 يعني 3 60 over 3 تطلع بكام؟ 20 متر per second قال له يبقى امتى ال regular speed طلعت هي هيها ال average speed لما كان ال object اصلا ماشي بايه؟ اه لما كان ال object اصلا ماشي بـ regular speed يبقى لما يسألني سؤال زي ده امتى اقدر اقول ان ال average speed هي هيها ال regular speed؟ اقول له when the object moves with regular speed يبقى لو كان الجسم بيمشي بـ regular speed ساعتها هتلاقي ان ال average speed هي هيها ال regular speed تمام؟ تعال بقى نكتبها كده تاني مع بعض يبقى الاجابة هنا هتكون ايه؟ امتى ال average speed تبقى هي هيها ال regular speed؟ the motion is described as regular motion يبقى ال object ده كده في الحالة دي طالما ال average speed بتاعته هي هيها ال regular speed يبقى ال object ده ماشي بايه؟ ب regular motion او ب regular speed طيب امتى بقى ال average speed ما تبقاش add regular speed not equal when the average speed of a moving body not equal the regular speed امتى يحصل الكلام ده؟ اه لو كان ال object ماشي ب irregular speed تمام؟ يبقى ساعتها هقول ان ال motion is described as a irregular motion اوكي؟ طيب تعال نشوف مسألة تفهمنا برضو اكتر ال average speed بيقول لي هنا a racer covered a distance of 100 meter of a straight track in 10 seconds خلص 100 متر خلال 10 ثواني ماشي then he returned back walking رجع ايه؟ رجع ماشي اما خلص المسافة دي عشان رجع ماشي خلصها في قد ايه؟ 80 seconds to come back to the starting point عشان يرجع ثاني لنقطة البداية calculate the racer average speed while احسب لي بال average speed وهو اولا وهو running وهو بيجري ثانيا وهو راجع وهو returning back اخر حاجة ال whole trap بتاعته وهو رايح جاي تمام؟ طيب يلا بينا اول حاجة وهو بيجري وهو بيجري كان خلص كم متر؟ 100 متر خلال time قد ايه؟ 10 seconds يلا يا سيدي احسب معايا ال speed بتاعته هو بيجري يبقى ال speed equal distance over time صح؟ يبقى equal distance كام؟ 100 time كام؟ 10 seconds 100 متر over 10 seconds تطلع كام؟ تطلع 10 متر per second ماشي؟ ادي اول حاجة عايزة عايز ايه تاني؟ وهو راجع يلا برضو speed equal a distance over time طب ال distance وهو راجع كام؟ حضرتك ما هي نفس ال distance؟ زي ما قلنا هو راح بيجري ورجع ايه؟ نفس المسافة راجع نفس المسافة بس ماشي تمام؟ يبقى هي برضو هنا distance equal 100 100 متر بس خلصهم في time قد ايه؟ اه خلصهم في time كام؟ 80 seconds جميل نحسب بقى بالكالكوليتر نشوفها تطلع كام؟ يبقى 100 divide 80 طلعت معانا 5 over 4 هاتها بالديسيميل يبقى 1.25 يبقى equal 1 equal 1.25 متر خلاص؟ ده كده وهو ايه؟ وهو راجع طيب اخر حاجة بقى بيقولك احسيب لي average speed بتاعته during the whole trap رايح جاي اه يبقى average speed هنا يا شباب ما تنسوش تحط الشرطة equal total total distance over total time total distance over total time طب هو total distance بتاعته كام؟ 100 100 ولا كام؟ لا مش هو راح ورجع يبقى راح 100 متر ورجع تاني ايه؟ 100 متر يبقى 100 متر وهو رايح 100 متر وهو ايه؟ راجع يعني 200 او اكتبها 100 100 plus 100 اوكي؟ over total time هو اخد total time قد ايه؟ وهو رايح جاري اخد 10 seconds وهو راجع ماشي اخد 80 seconds يبقى 10 plus 80 تعالوا برضو كده نشوفها على الكالكولاتور تطلع كام؟ يبقى خلينا فراكشن كده مثلا اه احنا قلنا الديستنس وهو رايح 100 100 يعني 200 تمام؟ over ال time 80 plus 10 يعني over 90 مزبوط equal تلعت معنا كام؟ 20 over 9 هاتها بالديسيميل تلعت 2.2 اوكي؟ يبقى السبيد المرادي 2.2 ها اليونت ميتر per second يبقى خلي بالك وهو في الفترة الاوانية هو بيجري شايف سرعته كام؟ 10 meter per second طيب وهو راجع ماشي كانت كام؟ 1.25 طب ال average ولا دي ولا دي يبقى هو اصلا عمره ما ماشي بالسرعة دي لكن ده متوسط سرعته رايح جاي ده متوسط السرعة بتاعته هو ايه؟ رايح جاي يعني لو كان ماشي تمام؟ لو كان الـ رانر ده بيتحرك بسرعة 2.2 meter per second مغيرهاش سواء رايح او راجع كان خلص الـ 200 متوسط رايح جاي في 90 ثانية تمام؟ يبقى لو كان العداء ده او الراجل اللي بيجري ده لو كان تحرك بـ regular speed 2.2 meter per second كان هيخلص الـ 200 متر اللي هم مية رايح مية راجع خلال time قد ايه؟ 90 ثانية او ده اللي كنتوا بقوله لك من شوية ان الـ average speed بتعبر عن regular speed اللي لو كنا مشينا بيها ما غيرناهاش كنا هنخلص الدستانس دي في نفس الـ اوكي؟ المسألة اللي بعدها بيقوللي كالكولات الـ 100 متر خلاص ماشي اول 100 متر بتاعت السباق خلال time قد ايه؟ 10 ساكتن ماشي المسألة 300 متر في 40 ساكتن اخر 300 متر خلاصهم في 40 ثانية ان ويتش بارت كانت الـ افراج سبيد بتاعته اسرع وبعد كده بيقوللي كالكولات الـ افراج السؤال ده في كذا حاجة هو طالبها امشي معاه واحدة واحدة اول حاجة بيقوللك هو فأنهي جزء كان اسرع يبقى انا لازم احسب سرعته الاول وهو بيجري المية متر بعد كده احسب سرعته وهو بيجري التلتمية متر خلاص واجاوبه على السؤال اللي هو بيقوله ما هو بيسأل سؤال لازم اجاوبه وقال لي هتنقص الدرجة تمام؟ فلازم اقول له هو كان اسرع وهو بيجري المية ولا وهو بيجري التلتمية وبعد كده اخر حاجة طالبها مني بيقول لي احسب الايه الأفريج سبيد يلا بينا طيب اول حاجة الديستنس اللي هو مشيها كانت 100 متر مظبوط يبقى دي ديستنس 100 متر طيب والتيم اللي اخده كان 10 ساكت مظبوط طيب الديستنس التانية اللي مشيها كان 300 متر وخلاصها في تايم قد ايه المرة دي؟ خلاصها في تايم 40 ساكت تمام؟ طيب هو عايزني احسب ايه؟ بيقول لي الأفريج سبيد الأفريج سبيد الاولانية وهو بيجري المية متر ها؟ هاحسبها ازاي؟ يبقى الأفريج سبيد ايه؟ ايكوال التوتال ديستنس اللي مشيها اللي هي كانت 100 متر خلاصهم في 10 ساكتن يبقى 100 أوفر 10 طلعت لي كام 10 متر يبقى هو ثروعته وهو بيجري المية متر الاولانيين كانت كام 10 متر طيب وهو بيجري التلتمية متر يلا نحسبه يبقى ثروع أفريج سبيد الثانية وهو بيجري التلتمية متر 300 أوفر 40 300 دي طبعا هي أوفر يا ولاد 300 طلعت كام 7.5 خلاص كده؟ يبقى هو كان أسرع امتى؟ وهو بيجري المية ولا التلتمية؟ واضح انه هو بيجري الايه؟ المية أجاوب يبقى لازم أجاوب على السؤال يبقى The runner average speed was faster during the first 100 متر تمام؟ يبقى جاوبت السؤال بتاعه أهو بعد كده قال لي احسب لي بقى الأفريج سبيد بتاعته during the whole trip في الرحلة بتاعته كلها يبقى هنعمل ايه؟ Average speed equal total distance over total time كامل total distance 100 و 300 طب كامل total time ادي الفورتي و ادي الايه ال 10 يبقى الأفريج سبيد بتاعت الرنر ده equal A total distance divided by the total time total distance هي اسمها على total time يبقى equal طبعا احنا قلنا 100 plus A 300 اللي هي total distance بتاعته divide by 10 plus 40 10 plus A 40 خلاص؟ تطلع لي الأفريج سبيد على طول بالكالكوليتر تطلع لك 8 متر بير ساكند تمام؟ دلوقتي احنا خلاصنا كام نوع من أنواع الاسبيد ثلاثة اللي هم regular speed regular speed regular speed average speed فاضل نوع واحد ادخل على موقع الخطة التعليمي علشان تشوي باقي الدروس وفي كل المواد زاكر في اي وقت وخليك دايما مستعد كده شباب احنا خلصنا اول نوع من أنواع الاسبيد اللي هم regular 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 average speed regular 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 average speed هنبدأ دلوقتي نتكلم عن اخر نوع من أنواع الاسبيد اللي هي اسمها ايه؟ relative speed relative speed relative speed يعني سرعة بالنسبة لك أنت راجل واقف كده بترائب حركة العربيات اللي قدامك سرعة العربيات دي بالنسبة لك أنت بسميها relative speed بنسميها ايه؟ relative speed يبقى relative speed دي عبارة عن the speed of the object أو the moving object relative to the observer سرعة الجسم اللي بيتحرك بالنسبة للمرائب اللي بيرائب السرعة دي طيب مثال لو أنت مثلا واقف كده حضرتك أهو وفي قدامك عربية بتتحرك سيء مثلا العربية دي بتتحرك بسرعة 80 km per hour العربية دي بالنسبة لك سرعتها كام؟ 80 km per hour خلاص؟ هو أنت واقف ولا بتتحرك؟ أنت واقف ده كده اللي واقف بيرائب السرعة ده بنسميه observer بنسميه ايه؟ observer المراقب يبقى المراقب ده واقف بيرائب ايه؟ بيرائب حلقة ال object اللي قدامه كويس؟ طيب طالما المراقب واقف الـ observer ده طالما هو واقف سرعة العربية دي بالنسبة له هي سرعتها الحقيقية أنا واقف وفي عربية ماشية قدامي سرعتها 80 km per hour سرعتها بالنسبة لي هي 80 km per hour فعلا تمام؟ يبقى سرعة العربية دي بالنسبة لي اللي بنسميها relative speed هي فعلا سرعتها الايه؟ الحقيقية طيب افرد بقى الـ observer ده هو كمان ركب حضرتك عربية هو كمان ركب ايه؟ عربية ماشية في نفس الـ direction ماشية في نفس الايه؟ الـ direction بس يعني بسرعة اقل شوية بسرعة 70 km per hour انت ماشي بسرعة 70 km per hour وفي عربية جاية من ورات بسرعة 80 هل احساسك بحركة العربية دي هيكون زي ما كنت واقف من شوية؟ لا طبعا وانت واقف بترأي بسرعة العربية وها ماشية بسرعة 80 km per hour حسيت ان هي عدت قدامك في ثانية عدت بسرعة جدا هي سرعتها بالنسبة لك هم الـ 80 km per hour انما وانت بتتحرك بسرعة 70 km per hour وهي جاية ورات بسرعة 80 هتحس انها بتعديك بالعافية بتعديك بالراحة بالتصوير البطيق كده ليه بقى؟ لان انتو الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه فالسرعة بتاعتك تتشال من سرعة العربية السرعة بتاعتك تتشال من سرعة الايه؟ العربية احساسك بسرعة العربية اللي ماشية جنبك دي اختلف اهو ده اللي بسميه relative speed السرعة بالنسبة لك السرعة بالنسبة لك يبقى ساعتها اقول كده in relative speed equal relative speed equal دايما لما تيجي تحسب relative speed اكتب كده سرعة الوبجيكت شيل منها سرعة الاوبزيرفر سرعة الوبجيكت سرعة الاوبجيكت هنشيل منها سرعة الايه؟ الاوبزيرفر كويس؟ طيب هي سرعة الاوبجيكت كام؟ 80 طب الاوبزيرفر سرعته كام؟ 70 صح؟ يبقى relative speed equal 80 minus 70 تبقى 10 كيلومتر per hour يبقى لو كان الـ two objects ماشيين في نفس الـ direction شيل السرعة بتاعت الاوبزيرفر minus speed بتاعت الايه؟ الاوبجيكت ساعتها تبقى انت حسبت حاجة اسمها relative speed طب اسألك سؤال امتى الـ relative speed دي تبقى بزيرو؟ امتى تحس ان الجسم اللي جنبك ما بيتحركش تخيل كده لو انت يعني هنتخيل ان انت بتعرف تسوق وماشي كده وسيء العربية بتاعتك بسرعة مثلا 50 كيلومتر per hour ماشي والعربية بتاعتك سرعتها كام؟ 50 كيلومتر per hour وانت ماشي في واحد من اصحابك كده معدى جنبك وهو معدى سرعته كانت اعلى منك شوية سيء مثلا سرعته كانت 70 كيلومتر per hour انت عايز تحصله هتعمل ايه؟ اه تقوم دايش شوية كده على البنزين تمام؟ فالسرعة بتاعتك تبدأ تزيد بدل ما كنت 50 بقت زيه 70 بقت انت ماشي بسرعة 70 كيلومتر per hour وهو برضه ماشي بسرعة كام؟ 70 كيلومتر per hour تقدر تفتح الشباك وتتكلم معاه كأنه واقف ما بيتحركش لانه سرعته دلوقتي بالنسبة لك كأنه مش بيتحرك يعني الريلاتف سبيد في الحالة دي تبقى 0 يبقى امتى الريلاتف سبيد تبقى 0 امتى سرعته بالنسبة لك يبقى كأنه مش بيتحرك لو انت وهو ماشيين in the same direction with the same speed ماشيين انتو الاتنين في نفس الاتجاه وبنفس الايه السرعة تمام؟ طيب سؤال بقى افرد كان الوبجيكت جاي في الاتجاه العكسي يحصن ايه؟ يعني لو كانت العربية دي اولاد بدل ما هي ماشية في الاتجاه ده لا انا حمسح الاتجاه ده كده وحنقول ان هي ماشية في الاتجاه المعاكس كده هو وبنفس الاسبيد اللي هي 70 كيلوميتر per hour ادي الابزيرفر قاعد في العربية دي دي عربية الابزيرفر اللي بيلاقي بالسرعة ها ساعتها الريلاتف سبيد ايه؟ اه لو كان الوبجيكت الوبجيكت اللي ماشي والابزيرفر ماشيين في opposite directions ساعتها الريلاتف سبيد تبقى البلاس بتاعه خلاص؟ يبقى الريلاتف سبيد في الحالة دي الريلاتف هاختصارها بكلمة relative سبيد equal يبقى لو هما الاتنين ماشيين في اتجاهات عكسة بعض اعملهم بلاس الوبجيكت بلاس الوبزيرفر الوبجيكت بلاس الايه؟ الوبزيرفر الوبجيكت كام؟ 80 الوبزيرفر كام؟ 70 يبقى الاسبيد تطلع كام؟ 150 كيلومتر كيلومتر يعني هو لو ماشي عكسك وهو ماشي بسرعة 80 تحسوا انه ماشي بسرعة كام؟ 150 عارفين تحسوا بالموضوع ده امتى؟ وانت راكب القطر لو انت راكب القطر وماشي في اتجاه معين وفيه قطر تاني جاي في الاتجاه العكسي تحس ان القطر اللي جاي في الوبزيرفر ده ماشي بسرعة رغيبة طيارة بيعدي بثانية ليه؟ لانه سرعتكم بتضاف على بعض انت حاسس بالرغم على فكرة انه هو ممكن يبقى ماشي بسرعة اقل من سرعتك تمام؟ لكن انت حسيت انه هو ماشي بسرعة قوي ليه؟ لانه سرعتك اضافت على السرعة بتاعته لانه انتو الاثنين ماشيين في الايه؟ في الوبزيرفر البلد � 김 خلي بالك الـ Relative Speed لها حالتين لو كانت 2 OBS الوبزيرفر هنعمل ن Rudt ودايما الوبزيرفر انه يناريي ورأة هذاyt زائرد يبقى الولد như الوبزيرفر وضع ما هم الثنين ماشيين در who Hem تختلف لا امير الريلاتف سبيد ايكوال الابجيكت بلاس الابزيرفر اوكي فهمنا الفرق يبقى يا اما ماشيين في نفس الدياريكشن يا اما في الابزيركشن نفس الدياريكشن مينوس اوبزيركشن بلاس اوكي طيب تعال كده نشوف المسألة دي مع بعض لانها بتوضح الفكرة كويس قوي يلا بينا بيقول لي تو كارز موف عربيتين ماشيين في نفس الدياريكشن كويس كار اي موفز ات سبيد ثيرتي كيلوميتر بر اور العربية الاولانية ماشي بسرعة كام ثيرتي كيلوميتر بر اور اند كار بي موفز ات ايتي كيلوميتر بر اور ماشي يا عم طب ما تيجي الكلام ده علشان ما نتلخبطش ما تعالى نرسموه يلا بينا انت دلوقتي بتقول لي ان انت عندك عربيتين عربية اسمها ايه وعربية اسمها بي وهم اللي اتنين ماشيين في نفس الدياريكشن صح الكلام اهو طيب هي سرعة العربية الاولانية كام اللي هي ايه كام ثيرتي كيلوميتر بر اور اهو دايما يا اولاد المسائل بتاعة الريلاتف سبيد ارسموها كده تمام لان واحد رايح في اتجاه والتاني في الاتجاه المقابل وفي دل اتنين ماشيين مع بعض فعشان توضحها لنفسك وما تتلخبطش في الامتحان ارسمها ما حدش هيقول لك حاج وارسمها في ورقة الاجابة عادي خلاص طيب كار بي دي يوجد بقى اللي هي ماشي معا في نفس الدياريكشن ماشي بسرعة كام ايتي كيلوميتر تير اور طيب كويس شايفين بقى اللعبكة عشان كده بقول لكم لازم نرسل في عربية تالتة سي موفز ان ذا اوبزت دايريكشن اه دا سي دي بقى ماشي ماشي في الاتجاه المعاكس ليهم يبقى دي سي اهي عربية سي ماشي في الاتجاه الايه العكسي طيب ماشي ماشي بسرعة كام فورتي حاضر ماشي بسرعة فورتي كيلوميتر بر اور اهو كتبت كل حاجة لهاي كالكوليت احسب بقى انت عايزوا يحسب بقى يحسب ايه كالكوليت ذا ريلاتف سبيد اف كار بي هو عايز يحسب الريلاتف سبيد بتاعت كار اي بي اهي اللي هي العربية دي كويس ريلاتف تو ان اوبزيرفر بالنسبة لمراقب اولا المراقب ستاندينج اون ذا جروند يعني فيه اوبزيرفر ياولاد واقف هنا واقف على الارض سرعة كار بي دي بالنسبة له كام ها هو الابزيرفر بيتحرك لا طالما الابزيرفر ما بيتحركش يبقى سرعة الابجكت بالنسبة له هي سرعته الحقيقية من غير حسابات ومن غير اي حاجة يبقى اول حاجة هو طالبها مني ستاندينج اون ذا جراوند يبقى على طول من غير محسب ايكول هي هيها نفس سرعة العربية كام ايتي كيلوميتر بر اور طيب في الحالة التانية بيقولك ان الابزيرفر بتاعك ده بدل ما كان واقف راح ركب في كار ايه راح ركب في كار مين ايه اعمل ايه بقى هو عايز كده الريلاتف سبيد بتاعت كار بي ريلاتف تو ذا ابزيرفر ان كار ايه هما ايه وبي دول سيم ديركشن ولا اوبزيت ديركشن سيم ديركشن ساعتها بنحسب الريلاتف سبيد ازاي ها بلاس ولا مينس اه طالما في ذا سيم ديركشن يبقى مينس يبقى ساعتها اقول له كده يبقى يبقى دي كانت نمبر وان اهي نمبر تو السؤال التاني اقول له ريلاتف سبيد ايكول ها مين مينس مين قلتلك ارمي دايما الابزيرفر ورا يبقى الابجيكت مينس الابزيرفر الابجيكت مينس الايه الابزيرفر الابجيكت كام سرعة الابجيكت كام ايوة ايتي مينس الابزيرفر كام بالزبط كده الابزيرفر ثيرتي 80-30 equal 50 km per hour كويس؟ طيب آخر كيس بقى بيقول لك الأبزيرفر ده هو كان ركب فكار إيه الأول؟ لا راح ركب فكار مين؟ C طيب ماشي بقى فكار C أهو عايز أحسب الريلاتف سبيد بتاعته يبقى دي كيس نمبر ثري عايز أحسب الريلاتف سبيد الريلاتف سبيد أفكار مين؟ أفكار B برضو تمام؟ الريلاتف سبيد أفكار موجود في كار C كار B و كار C سيم دايركشن ولا أوبزيت؟ أوبزيت دايركشن بلس ولا ماينس؟ بلس خلاص يبقى ساعتها الريلاتف سبيد أفكار أفكار بلس أفكار طيب الأفكار كامية عام؟ ما هو 80 الأفكار كامية سبيد؟ 40 اللي هي كار C مش نحنه هنا الريكب في كار C يبقى 80 بلس 40 50 equal 120 كيلوميتر per hour تمام؟ فهمنا يعني إيه؟ ريلاتف سبيد؟ يبقى تاني تاني القانون اللي احنا قلناه يبقى الريلاتف سبيد of an object equal عندك حالتين الحالة الأولانية لو هما اللي اتنين ماشيين in the same direction هنعمل إيه لو هما في نفس الـ ها؟ بلس ولا ماينس؟ أيوة ماينس يبقى the same direction equal the object minus the observer دايما ارمي الأبزيرفر ورا خلاص عشان في مسائل هتحتاج فيها ان لازم الأبزيرفر يبقى في الآخر كده عشان ما تتلخبطش طيب لو كانوا in opposite direction at the opposite direction إيه اللي يحصل؟ ها؟ بلس ولا ماينس؟ أيوة نعملهم هما اللي اتنين بلس يبقى the opposite direction الـ object بلس الـ a الـ observer أوكي طيب تعالا كده نشوف scientific term سريع ونكمل بيقول لي هنا it is the total distance covered by the moving object divided by the total time فاكرينها دي بتاعت المرة اللي فاتت بتاعت السبيد اللي فاتت total distance over total time دي مين دي؟ أيوة دي كده الـ average speed طيب تعالا بقى نقول live application صغير خالص على الجزئية دي هي فزورة إيه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتحرك في الـ space بسرعة ثابتة ما تتغيرش أبدا فكر كده إيه اللي بيتحرك في الفضاء ما بيغيرش سرعته؟ ساروخ؟ لأ طب الأرض مثلا وهي بتلف حولين الشمس؟ لأ طالما هي بتلف في شكل دائري يبقى السرعة كل ثانية بتتغير على فكرة في حاجة ماشية في straight line وسرعته ما تتغيرش أبدا اللي هو مين اللايت الدوق الدوق اللي طالع من الشمس ده ماشي بسرعة رهيبة طبعا يعني السرعة بتاعة اللايت دي انتو مش متخيلين هي سريعة قد إيه بيطلع من الشمس يوصل للأرض في حوالي 8 دقايق يبقى اللايت ده هو the only thing that can move in space with regular speed never changes يبقى هو ماشي في الفضاء بسرعة ثابتة ما بتتغيرش أبدا تمام؟ طيب هل احنا نقدر نحسب سرعة اللايت؟ ممكن طبعا إزاي بقى؟ هو أنت دلوقتي عارف أن speed equal a distance over time صح؟ speed equal distance over time يبقى أنا دلوقتي عشان أحسب speed of light أقدر أحسبها by knowing ايه و ايه عن طريق أن أنا بقى عارف ايه و ايه أيوة أن أنا بقى عارف distance بين الأرض والشمس وبقى عارف time اللي اللايت بياخده عشان يوصل لي هنا يبقى علشان أحسب speed بتاع light لازم أبقى عارف the distance between the sun and the earth وكمان أبقى عارف time taken by the light to cover this distance أقسم distance ما بين الشمس والأرض على time اللايت بياخده عشان يتحرك من الشمس لغاية ما يوصل للأرض كده أقدر أحسب speed of a of light وكده نبقى خلصنا الجزء الأولاني lesson 1 كله اتكلمنا دلوقتي عن كام نوع من أنواع ال speed four types أول حاجة regular speed تاني حاجة irregular speed وتالت حاجة average speed وآخر حاجة تكلمنا عنها دلوقتي اسمها relative speed هم دول الأربع أنواع بعد كده هنبدأ نشوف المين ideas بتاعة الهومورك الدولة موسيقى